اهلا بكم تراجعت حركة بيع وشراء العقاري في المملكة بنسبة 5% لنهاية تشرين الاول مقارنة مع ذات الفترة من العام 2014 وابهر تقرير دائرة الاراضي والمساحة انخفاض حجم تداول العقاري بنهاية تشرين الاول الماضي الى 6 مليارات و100 مليون دينار مقارنة مع 6 مليارات و400 مليون دينار بنفس الفترة من عام 2014 واستحوذت تعمان على الجزء الاكبر من حجم التداول العقاري الذي بلغ 4 مليارات ونصف المليار دينار اما المحافظات الاخرى فبلغ حجم التداول فيها مليارا ونصف المليار دينار وارتفعت حجم بيعات الشقاق لنهاية تشرين الاول 16% وانخفضت الاراضي بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 وسجلت قيمة اعفاءات الشقاق لنهاية تشرين الاول الماضي ارتفاعا بنسبة 29% وبلغت 88 مليون دينار ونصف المليون مقابل 68 مليون ونصف المليون دينار لذات الفترة من عام 2014 واظهر التقرير تلاجعا في حجم بيعات الاجانب بنسبة 17% حيث بلغت ما ينوف عن 332 مليون دينار لنهاية تشرين الاول مقابل اكثر من 398 مليون دينار لذات الفترة من العام 2014 وجاءت حركة بيعات الاجانب في قطاع العقار في فترة المقارنة من العامين 2014-2015 في الشقاق اكثر من الاراضي وجاءت جنسية العراقية بالمرتبة الاولى بحجم استثمار بلغ اكثر من 169 مليون دينار وسعودية ثانية بحجم بلغ نحو 55 مليون ونصف المليون دينار ثم السورية بحجم بلغ 14 مليون ونصف المليون دينار ثم الكويتية بحجم بلغ 10 مليون و400 ألف دينار حذر المصدرون من تراجع تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق العراقية في ظل استمرار اغلاق معبر تريبيل الحدودي من الجانب العراقي وعدم جدول خيارات التي اوجدتها الحكومة لدخول السوق العراقي ومازال المصدرون بانتظار اعلان افتتاح المعبر رسميا وتأمين الطريق المزيد من التفاصيل في هذا التقرير رغم الصوبات التي تواجه الصناعات الاردنية في الدخول الى الاسواق العراقية على اثر التوترات الامنية واغلاق معبر تريبيل الحدودي بين البلدين ما زال المصدرون يسعون الى دخوله للمحافظة على تنافسية المنتجات الاردنية المطلوبة في السوق العراقي والتي باتت تواجه خطرا خسارة السوق العراقي المؤقتة يعني لو كانت فقط في المبيعات كان ممكن نتحملها انما خسارة السوق العراقي بشكل كامل ناتج عن ارتفاع الشحن الآن اثر على سعر بضائعنا في داخل السوق العراقي بما يزيدها 15-20% ارتفاع بضائع الاردنية او الصناع الاردنية في داخل السوق العراقي من 15-20% يفقدها فرصتها في داخل السوق العراقي مصدر الخضار والفواكه يتخوفون من خسارة الموسم الزراعي في ظل استمرار اغلاق الحدود العراقية امام المنتجات الاردنية يعني بس الموسم لسه ما بدأ بيبدأ يعني شهر الجاي واحنا يعني في عنا انتاج عالي جدا من الخضار والفواكه ونتأمل انها الحدود تفتح اذا ما فتحتش يعني بتتكون مشكلة كبيرة للاردن خاصة للمزارع الاردني وصدر الاردنية الحكومة حاولت ايجاد طريق بديل لدخول المنتجات الاردنية الى الاسواق العراقية عبر شاحنات عن طريق الحدود الكويتية السعودية او حتى النقل البحري للصادرات من خلال ميناء العاقبة الى ميناء امقصر العراقي الا ان طول المسافة وارتفاع الكلفة يقفان عائقا امام سلوك هذه الطرق صدرنا عن طريق الحدود البرية باتجاه السعودية لكويت جانب بسيط جدا الجانب الاكبر تم التزيير عن طريق العاقبة هذا الكلام كمان رفع علينا سعر الشحن مئة في المئة يعني كانت سعر الشحن للعراق بحدود الـ 1300 دولار 1200 دولار 1400 دولار يعني يتراوح وصل الى 4000 دولار و3200 دولار هذا الكلام زي ما حكيت لك يعني يأثر رفع سعر وضائع في الداخل العراقي وسط اسرار المصادرين الاردنيين على السوق العراقي يبقى فتح الحدود العراقية الاردنية رسميا الحالة الوحيدة لانسياب السلع والمنتجات الاردنية الى السوق العراقي ولانقاذ قطاع النقل البري للشاحنات الذي قدرت خسائره منذ بدء الازمة بنحو 350 مليون دينار ليلى خالد رؤيا لم تنجح بورسة عمانة في المحافظة على اللون الأخضر الذي تحقق في الجلستين السابقتين حيث أغلق مؤشرها العام اليوم على انخفاض بلغت نسبته 19% وعن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لغلاق اليوم الى 2048 نقطة في حين بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 10 مليون و800 ألف دينار كما تشير البيانات عدد الأسهم كان 9 مليون و500 ألف سهم نفذت من خلال 4199 عقد أما على المستوى القطاعي فانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 54% الصناعة كما نلاحظ 6% ونلاحظ ارتفاع للقطاع المالي بنسبة 4% أما مساهمة القطاعات في حجم التداول فقد ساهم القطاع المالي بنسبة 76% قطاع الخدمات 12-44% الصناعة أخيرا بنسبة 10-77% أما الشركات الأكثر اتفاعا في أسعار أسهمها فهي مصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 84% الكفاءة للإستثمارات العقارية 74% والأكثر انخفاضا كانت الجنوب للإلكترونيات 5% المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار بنسبة 94% وإلى خبر آخر وقع الأردن وكازاخستان وذكرت تفاهم حول مشاركة الأردن في معرض إكسبو 2017 الذي سيقام بالعاصمة الكازاخستانية أستانا تحت عنوان الطاقة المتجددة والبديلة ورئيس هيئة الإستثمار دكتور منتصر العقلة قال في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية إن الأردن يعول على المشاركة في إكسبو بهدف التواصل بين الشركات الأردنية ونذيراتها العالمية المشاركة بالمعرض حيث ينمو قطاع الطاقة المتجددة في الأردن بوتيرة سريعة ومتطورة من جهته أكد النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان رابيل جوشي بايف أن بلاده ستدعمه بشكل كامل مشاركة الأردن في المعرض الذي تشارك فيه قرابة مئة دولة وبحضور جماهيري يتوقع أن يصل إلى خمسة ملايين زائر اشتركوا في القناة